ترجمة نانسي قنقر إذا أرسلت تركيا مئات الآلاف غير هؤلاء فسنحتاج لاستخدام القوة لحماية الحدود المجرية والحدود الصربية المجرية ولا أرغب أن نضطر للجوء إلى ذلك وعرف أوربان أن على الاتحاد الأوروبي حتى وإن كان ينتقد أنقرة تقدم المزيد من الأموال لها للمساعدة على إعادة بناء المدن السورية ويختلف أوربان كثيراً مع بروكسال بسبب بعض سياساته التي تؤثر في المهاجرين وهددت تركيا التي تستضيف ثلاثة ملايين وستمائة ألف لاجئ سوري بفتح الأبواب للسماح للموجودين بالفعل في البلاد بالتوجه إلى أوروبا إذا وصف الاتحاد الأوروبي تواغولها في شمال شرق سوريا بشكل سلبي ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا في كبح وصول اللاجئين إلى أوروبا بعد اتفاق أبرم في عام 2016 لإغلاق طريق بحر إيجا بعد دخول أكثر من مليون شخص إلى دول التكتل وشهد أوربان سياجاً من الصلب على حدود المجري مع سربيا لإغلاق طريق الهجرة عبر البلقان الذي قطعه مئات الآلاف من الأشخاص سيراً من الشرق الأوسط إلى غرب أوروبا في ذروة الأزمة في عام 2015